كي بدأ الفيلم دينا مع الكلبات شاو وهي قطفيق سوجين حيث وصل الوقت اللي خاصة تمشي للمدرسة مع صديق هالي الكلبات شاو هي في الأصل الدريلي ولكن أعطاها للسوجين منين بدأ النظر دياله ينقص حيث ما غاد يقدر يقابل هو يتلى فيها في نفس العمارة ديالهم يلا سكنت بنت اسمية هايانج كنت غادت طالعة في السنسور وطلقات بجارها اللي اسميته وتعرفات عليه في برطة موحدة أخرى كنت نرى الدريلي جاء يقص بعض الخاطئ بتوروز بالخيط وهي ناعسة لكي يشري لها ختم الزواج كمفاجأة ولكن هي فقط به فدرسه ينقب الخيط سنانه وفي نفس الوقت جين ومراته ميليسا يدروا العرس لهم وكلب ميليسا الذي اسمته أوسكار لم يكن حامل جين قاع هنا نرى اللي فرور الذي اسمته لوك لم يصل شيئا لماكله ولكن تلف على الطريق رأيوا الكلب متشرد وجيعان وهذا الكلب كان ذكي بزاف جاء قشرة البانان وضعه لوك في الطريق لوك دازع ليها وطاح وهكا طاحت لماكله من يده وفجمع ذلك الشيء ومشى قلس جاء هذا الكلب ووقف لوك أعطى ذلك الشيء للحمل الذي طاح له في الأرض وبكثرة العياسة والكلب على العنوان والكلب نباح ومشى لوك ناضوا وتبعوا في الليل وفي الطبقة الخامسة ذلك العمارة كانجي ناعس تماجت عنده القطة اللي اسميتها أنجيلا فيقاته وطفت لارام وهو أخذها ومشاهدر مع بنته إيفا أبي الفيديو بنته سولات فيه وفي القطة ديالها اللي خلاتها ليه باش يرد لها البال تتجي من عند مها حيث هم مطلقين جي قال لها جيد غيا حيث ما حامل شي يبقى يقابل لها القطة ديالها ولكن كان غير كي يكذب حيث هو متعلق بزاف بالقطة أنجيلا وكي يأكل هوويها في طبصيل واحد وكي يهضر معها ومرتح بزاف معها الغدليه كنشوفه روز دارت مفاجأ الكيم وجات عنده الضار وبلما تعلموا هو لا يعرف كيف يتصرف حيث مربي خينزير ومخبع عليها هذا الشيء دخلتها تروز للدار وبدأ هو يغبر أي شيء لديها علاقة بالخينزير الذي يسميه بيل وهو مقالسين تم إخرج لها الخينزير بيل ومعرفت كيف يدير خينزير في دار خطيبها هي خافت من نوحي تبقى تابعها تبقى تهربانة منه ونزلت من الدرج وهو نزل عندها بالسانسور فشبطت التحت لقيت بلاصة مخصصة للخينزير هنا عاد فهمات بالكيم مربيه هي تخلعت من نوحي تقرب منه وطحت فوق الألعاب ديالو جاكيمي شرح ليها ولكن هي تقلقت من نوحي وخرجت من الدار من بعد عيطت على صاحبتها ميليسا وقلت لها على اللي وقع ميليسا قلت لي هارها عادي هذا الشيء حيث الخينزير حيوان آليف بحالها هي كيف مربيه الكلب أوسكار من صغرها واللي ما يبغي رجل هاجين ولي ما يتضرب معه نمشي وعند لي اللي كان في المدراسة سمع المدير كي هدر في الميكرو وطلب منه يقول شيء كلمة للطلاب اللي معاه وفعلا طلع عليه الضرف المنصة وقال لهم قبل كنت لعب ممتاز في الرياضة اللي كان بغي ولكن هذه 6 شهور مشاري الباصر بسبب المرض اللي جاني وخاهاكك ما غديش يستسلم وغديش برحة يتشافه ويرجع عليه الباصر مراهة خرجوا صديقته سوجين وتشاو الكلبة ديالو في الطريق سوجين بغدر له مقلب وبعدات عليه ولكن الكلبة ديالو خافت عليه وما بغدت تخليه بوحده وجرات سوجين لكي يرجعوا عنده أما اللي فيرور لوك رجع لنفس البلاصة اللي بارح لكي يلقى الكلب اللي يتركه ويشكره وفعلا مقاكي سين فيه حتاجه بغي يعطيه الماكلة اللي يجاب ليه ولكن الكلب خاف منه وهرب في هذا الليلة كانت واحد المجموعة ديالرجال كي يخطوه لكي يصيدوا هذا الكلب ديال الشارع وضعوا له الماكلة فوسط قفص لكي يصدوه ولكن الكلب كانت كيبزاف قرب حدا الماكلة وعرفها فخه وهرب منهم في نفس الوقت كانت تدريهه في الشارع وشاف لبنت يانغ غادا وطلب منها تعاونه يجبد القطة ديالو ومتحطه نوبيل يانغ نزلت وجبداتها ليه ومن بعد خرجت معقيم عقمت يدها هو سولها وشك تخاف من القطوط فقلت لي هلا لغدله في الصباح مشى عندها وقال لها تخلي عندها القطة ديالو حيث هو قدي صافر هي شداتها من عنده ولكن كانت خايفة بثاف منها لا تعدها وتمردها وغير خبشاتها القطة لن تجري عند الطبيبة البيطارية لكي ترى الخبشة ممكن تكون خطيرة الطبيبة قالت لي هارا ما عندك منها تخافي هذه غير خبشة بسيطة نمشي وعنجيلي قاسك يخرب في الحويج في الدار لكي نأتي بنته ونرى هذا الشيء تأخذ القطة حيث تعرفها عزيزة عليها وما لا يريد أن يحرمها منها وخحته هو بغيها القطة أنجيلا كانت تحسسة بشيء الذي يريد أن يدير وكتحاول تحبسه بيدها ولكنه لم يحبس ما يكمل العرسان ديانا جين وميليسا رجعوا من شهر العسل وأوسكار عاد جين فرجله حيث ما زال لم يحاملوا شيء يكون معهم في الدار أما يانك كانت مشغولة ولم ترى القطة وهي ترون في الدار فشافتها تعصبات عليها ولكن لم أعرفت كيف تتعامل معها وكيف تتولفها هنا نرى سوجين ومشت لديه وقاطو طيح له المورال ومقلق بكثيرا حيث تعرف بما لم يكون لديه أمل أنه يرى وحتى لم يكن كانت حزينة بكثيرا عليه سوجين فكارات لكي تدرب الكلبات وتجعلها تكون كلب مرافق وتعاون لي وخات عدبات معها في التدريب دهزت لي ونرى الليفرورلوك تعلق بكثيرا بالكلب الشارع وهذا ما يأتي لديه ويأتي لديه الماكلة أما كيم اخذ الخنزير لديه حيث صافي تزوج روز وستمشي تعيش معه وبقى كل نهار كيم يشوفوا بالأخبارها حتى الوحد نهار لقيته وقالس وسط الألعاب ديالبيل وحزين عليه هو بقى فيها وقلت له موافقة رجعوا للدار كيم فرح بزعف ومشى رجع الخنزير بيل من عند خطو وأول ما دخل الدار خسرت تصبين وضرب روز من اللور جين ماشيت لقى البنت ايفا في المطار وجات معها احتمها ومشى للدار وغير دخلوا لقواها كاملة مرونة ومقلوبة وقال هار هذه القطة ديالك أنجيلا هي اللي دارت هذا الشيء ايفا كانت متأكدة من القطة ديالها لا تدر هذا الشيء أما هذك الرجال اللي كانوا بغن يصيدوا هذك الكلب ديال الشارع ما زال ما وقفوش ولكن من النادي ممعالوك ولو كيف يفكروا كيفاش يأخذه منه ويانك حتى بدت تتولف على القطة ولكن جاه هو وخداها من بعد سوجين دارت تجربة مع الكلبات شوع لديك شيء اللي دربتها عليه غطأت عينها وخلته هي اللي تقودها من اللي تأكدت منها وجدة ومشات لعند صديقها لي وامه وقالت له باللي شهرين كلها ويكدر في تشوف تكون مرشيدة لي صديقها لي تعصب منها بثاف وقال لها أنا ما بغيت شكل بيعوني وزاد قال لها المتحانات تقربه وراكيم لا تجيبه مزيان حيث بينما تكوني راجعتي في هذه المدة اللي دارت وسوجين تقلقت بثاف من هذا الشيء اللي دار معها فاشمشه هو وامه الضار قال لها باللي ما بغيش يمشي للمدراسة وحتى الامتحانات ما غديش يدوزهم حاولات مموت قنعه ولكن هو ما بغيش يسمع ليها وقال لها تخليه بوحده يانج بقى تقالسة بوحدها وكتفكر في القطة اللي ولفاتها وبقى تفكر فاشكنت تلعب معها أما روز مضربة غير مع الخنزير دي الرجلها خلها تخرجت من الحمام وطيحها فاشاكيم قلت لي باللي ما غديش تقدر تصبر مازال على بيل والغد ليه خداوه الواحد المزرعة وخلاوه فيها ومشاو البنت إيفا عرفت باللي بقى يبغي القطة ديالها بزاف فقلت ليه إلجاب لي هذا التوقع ديال الفرقات الموسيقى التي تعجبها ستخليها ليه هو مشاوه مسكين فين كينا الفرقة ولكن لم يستطيع يوصل لهم أما جين خداوه أوسكار ومشا كيتمشي هووية وحاول يتقرب منه ويفهموا باللي ما كره يبغيه حيث لم يستطيع يعيش مرتاح في الدار معه ولكن أوسكار ما زال كاره وفشر جعل الدار أوسكار مرض خداوه للطبيبة وقلت ليهم باللي طبيعي يعيها كحية أو كبير في العمر ميليسا حزنت بزاف عليه وبقت غير كتب كي حداه هذك الرجال الذين يريدون أن يصيدوا الكلب تنكروا وقعوا ليه ولكن جاء لوك وجرع ليهم وحتى الكلب خاف بزاف وهرب من ثمة لوك مشا كي يقلب عليه في مركز الطيب بيك يجمع الحيوانات الموظفة تماما عرفت علي ماذا يقلب وعرف باللي هذك الرجال الذين يريدون أن يشدونه من الفريق المركز ثمة قلت لي السيدة على القصة لهذا الكلب وكانوا أصحاب بزاف ولكن السيد مرض وحد خائب وخاف على الكلب لا يتشردوا وقعوا لنا للمركز الكلب أبقى فيه الحال حيث حسابه وصاحبه تخلع عليه ومن هذا النهار هربوا وابقوا يمشي كل نهار قدام الخدمة المولئة حتى تقطعات خباره وفشبان لهم مؤخرا سيفطولي هذا الفريق لكي يرجعوه للمركز نمشيه عند جي الذي يرجع عند ابنته بلا توقيع حيث لا يمكن أن يصل إلى الفرقة وفي نفس الوقت كانت سوجين واقف أحد السرجمي وقتصوني ليه وترغبوا يجاوب حيث غاديين مصافر إلى المدينة أخرى ولكن ليه مجاوب حد وصد على رأسه من كل شيء يتمكتائب نمشيه عند روز كانت في الدار بوحدها وكانت تفرج في الفيديوهات الرجلها مع الخنزير وبيله هو صغير وكيف كان متعلق به وكان يدير ليه حتى عيد الميلاد روز حزنات بثافة من انشافت الحب بالراجل هذا الخنزير وغير جاكيم للدار وقعها كتبكي وقلت لي هراني ظلمت بيل بزاف وراتوا فيديو من الكاميرا المراقبة وهي شدة الشفارة التي كانوا يدخلوا عليهم للدار وشافهم بيل ودكش علش مشى عند الحمام هذا النهار وخلاها تغوت والشفارة غير سمعوا الصوت هربوا يعني حماهم منهم وهنا قلت لي من الأحسن نمشي ونرجعوه للدار نرجعوه عند لي اللي فاق من عز على الصوت دي لكل بديله عنقها وفرح بيها بزاف وقف عنقها رسالة من سوجين قلت ليه فيها بالذي سمشي تواجه الخوف ديالها من العلوف بلصة عالية في المدراسة لي خذت شاو وخرج من الدار وموت بعثهم اللي سيتخيفا عليه وصلوا للشارع وقبل ما تجي عندهم مو بش تشده رأيت الكلبات ووقفات ووقفات اللي حتى خدمتهم الخطر بشيء يتحركوا الناس ويقطعوا الشارع الأم فرحت بزاف حتى الكلبات تعاونوا حتى في الخطر وهزت تي شورت مكتوب فيه لا تعاونوش حتى الناس وقت رأيهم لا تقربوا ليه ويجعلوا الكلبات هي اللي تعاونه أما هو جاء عند يانج وقال لها شفت الرسم اللي رسمت ليه وعرفها بالمعجب به كيف ما هو معجب بيها وقال لها هذا النهار هو اللي يضع القطة دياله تضع نوبيل لكي يقدر يهضر معها ومور ما تعرف لها أعطاها القطة دياله كاكاظو روز كانت هي وكيم يفطره ثم جاء هاتي ليفون وقال لها بالغلط وخد الخنزير بين المجزارة وقال لها بالغلط وقال الخنزير تضبحه كما تصدم حتى صاحبه مات وقال لها قليلا سمع صوته وخرجه وقال لها بالغلط وقال لها بالغلط وفرحه بثاف حتى لا يزال عايش المسؤول تم قال لهم فجابوه شف الوزن دياله صغير وعرف بأنه ينشي خطأ هذا شيء ليس مقاصوش أما لي وصل للمدراسة وقدر مع سوجين لكي تنزل حتى تعرفها كتخاف وقال لها لا تنزل حتى يوعدها بالغلط الذي سيذهب لنفس الجميع ويبقى معها حتى هو عينيها وقال لها سنبقى معه كلا قبلت بيه وخاعمه وقال لها بالغلط وقال لها بالغلط وقال صاحبه وقال لها تضحك عليه نمشي عند ميليسا لوجد رأسها حتى تذهب للخدمة ولم تريد أن تذهب أسكار بوحده وحتى هو يريد أن تتبقى معه سؤولته كل ما يريدها وهو تزيده فتفكرت أن كان مازال صغير وعندما تسأل هذا السؤال كيف تزيده أبقى ترى فيه وحزنت كثيرا عنه حتى تحسنت بأنه لا ترى عوداني أما يأتي وصل ابنته أمها المطار حتى يتصافر وكان حزين كثيرا عن القطار حتى لا أريد شيء تفرق عليها فأشمشت البنت لتركب أعطيتها أمها جواخ لها بباها وقالت فيه تصاور فرقتها المفضلة تنين عليهم وهنا عاد عرفنا بالفرقة فأرى السيد كبير في العمر وقال لديهم وكي غوّت لكي يصل لهم وقالوا لديهم سناوليها على التصاور ولكن هو خبّعهم عليها لكي تخلي معها القطة ولم يريد أن يحرمها منها ابنته إيفا عيطت عليه ورجعت كجيري عنده وعطته القطة وقالت له يخليها له وهو فرح بثاف بها أما جين فاش رجع للدار بالليل وجد أسكار طايح أخذها السبيطر وعيط على ميليسا الذي أخذها موظيفة الطيران وعلمها بالكلبها مريض هي بقى تكسب كيف لا يوجد كيف تريد أن ترجع له طبيبة قلت له بالكلب لديه حريق خائب ولم يعرفوا ما يدرون له أسكار الأول مرة قاس جين بحب فقال له جين لا يخاف لأنه سيأخذ البل للميليسا أسكار تفكر أنه هو دائما الذي يحميها ويلعب معها من صغرها ودابات طمّن عليها حيث أعرف جين سيحميها من مورا وغير أشعر بالأمان من جهته لأنه سيكون مات نرجعه لديه وهو سيأخذ البارتون من بعيد وقال له أين كنت ترهت وحشتك البارتون كان مازال خائف وهرب من ثمة سكان العمارة كلهم تبعوه لكي يشده ثمة وقف قدامه وتخيلوا صاحبه القديم وغيره الزوح أشعر بالأمان ولم يبقى خائف وهناك من الفيلم دينا وكملوا ستادي القيصص على ناس مع الحيوانات الأليفة ديالها نتمنى الملخص يكون أعجبكم وما تنساوش تفرجوا في الملخصات الفايتا وضعوا اشتراك لكي تفرجوا في الملخصات الجاية طلعوا ونتلاقوا في الفيديو الجاية